اشتركوا في القناة الذي يحضر لمباراة ساندونز الجنوب إفريقي في الجولة الثانية من مسابقة دور الأبطال الفريق والعسكرية الذي بدأ دور المجموعات بتحقيق فوز ثمين على حساب الرجاء في الدار البيضاء في الجولة الأولى يستقبل سهرة السابت نادي ساندونز الجنوب إفريقي بملعب العبد في الجديدة مدرب الفريق الفرنسي أوبر فيلود أكد خلال المؤتمر الصحفية الذي عقده عسر اليوم جاهزية نجومه للمباراة الحاسمة والمصيرية جاهزية يؤكدها اللعب طيب بخريس جينا من واحد الفوز على رجاء البداو في الدار البيضاء هذا بدأتوا اعتناء واحد دافئ قوي كأول مباراة عندنا لنسينا ذلك المقابلة كنفكروا ذلك بكي ما قالش في مقابلة الساندونز كي ما قالش فارق ماشي مش أي فارق فارق لي مش مارس فاد الكمبيتسيو قرأينا الخصم مزيان شوفنا النقاط الدعوة ديالو ونقاط الخوغة ديالو عدنا ترالي كاملين الحمد لله مزيان سنحاولون ترجمون شيء إن شاء الله في المقابلة سيستاعدنا إن شاء الله تفعل معنا ودير جمهور ديالنا اللي سيحجب كثيرا وإن شاء الله يكون الخيرا نخلوه ترواب وعالنا في المغرب الجيش يسعى لإبقاء النقاط كاملة في المغرب وتحقيق قفزة نوعية في هذه المجموعة الثانية التي تشهد مباراة مصيرية غدا أيضا بين الرجاء الرياضي ومانياما الكونغولي مباراة مهمة بالنسبة للفريق الأخضر بحثا عن صحوة إفريقية ستساعده على مناقشة المباراة المقبلة بطريقة أفضل خصوصا وأن المجموعة تعرف حضور فريقين من وزن الجيش وأيضا ندي ماملودي سانداوز مباراة الجيش والفريق الجنوب إفريقي انتلاقا من الثامنة بالتوقيت المغربي بينما الرجاء يواجه مانياما انتلاقا من الثانية زوالا بالتوقيت المغربي أيضا ومباراة هذه الجولة الثانية من دور الأبطال حملت تعادلا سلبيا بين نادي الترجي الرياضي التونسي وفريق ساكرادا الأنغلي لحساب المجموعة الرابعة المباراة انتهت قبل لحظات من دون أهداف غدا أورلاندو بايراتس الجنوب إفريقي الصديف الأهل المصري شباب الوزد الجزائري أمام استاد أبيجون الإفواري ومروديت العاصمة الجزائري يواجه يانج أفريكانس التنزاني في المغرب هذه المرة الجولة الثالثة عشر من البطولة المغربية الاحترافية إنوي تنطلق بمباراة الفتح الريباطي والدفاع الحسني الجديدي نزال في غاية التوازن بما أن الفريقين لا يفصلهم سوى نقطتين الدفاع في المركز السابع والفتح في المركز التاسع بالنسبة للفريق الريباطي يسعى لتأكيد فوزه على المغرب التطواني وتأكيد النتيجة الجيدة التي تحققها بينما يسعى نهضة بركان أو دفاع الحسني الجديدي لاستثمار التعادل الأخير أمام فريق نهضة بركان كرة القدم الأوروبية لاحظة نبدأها من إسبانيا حيث تعافى البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مادريد من الإسابة وسيعود إلى الملعب في وقت أسرع من المتوقع بدءا من مباراة فريقه أتالنتا أمام نادي بدءا من مباراة فريقه ريال مادريد أمام أتالنتا الإيطالية الثلاثاء المقبل في مسابقة دوري الأبطال هذا ما أكده المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي قال أن اللعب سيغيب عن مباراة جيرونا السبت في الليجة لكنه سيحضر مباراة أتالنتا في الدوري الأبطال وفي إنجلترا يوصل في الفضل لعب ماشنستر سيتي الغياب عن فريقه حيث لن يلعب مباراة كريستال بلاس السبت وذلك بسبب الإصابة الإصابة تورق المدرب الإسباني بيب غورديول الذي سيفتقد أيضا للمدفعين ناثن أكي وليب مانويل أكنجي وهو يبحث عن تأكيد النتيجة الجيدة التي سجلها خلال المباراة الأخيرة أما في ألمانيا وأخبار الغيابات سيغيب قائد بان ميونيخ الحارس مانويل نور والمهاجم سيرج جنابري عن مباراة السبت دهيندهايم وينضم نور وغنابري للأحاة المصابين في الفريق البوفاري والتي تتضمن نجم الإنجليزي هاري كينو لعب الارتكاز البرتغالي جواو بالينيا أما في الولايات المتحدة الأمريكية اختير الأرجنطيني ليوني الميسي نجم فريق إنتر مايامي أفضل لاعب في الدوري الأمريكي وفقا لما أعلن المنظمون الجمعة ميسي الذي فاز بالكرة الغبيرة أفضل لاعب في العالم ثماني مرات قد إنتر مايامي الاحتلال للمركز الأول في الدوري المنصدم برصيد قيصي من النقاط في تاريخ الدوري بلغ أربعة وسبعين نقطة نختم بالحديث عن الفورميلا وأن حيث تعرضت أمال فريق فراري في أحراز رقب السانعين في بطولة العالم لدربة قوية الجمعة بعد إرجاع سائقه شارلو كلير من مناكو عشرة مراكز في سباقي جائزة أبوظبي الكبرى الجولة الرابعة والعشرين والأخيرة المقرر الأحد على حلبة ياس مارينا ويعود سبب العقوبة لقيام فراري بتغيير بطارية السيارة وبالتالي تعقدت مهمة السانع الإيطالي في حراز لقب السانعين الغائب عن خزائنه منذ عام 2008 حيث يتخلف قبل جولة من النهاية بفرق 21 نقطة عن مكلران بهذا نصر المستمعين الكرام لنهاية هذا العدد من مساء رياض